انفيذاً لستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي للصناعات لأهميتها في خفض كلف الطاقة للصناعات دشنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم خط الغاز لتغذية المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالغاز الطبيعي بموجب اتفاقية وقعت سابقاً مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي وشركة غاز مصر لتزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو 1370 مليون قدم مكعب سنويا المشروع سيسم في خفض كلف الطاقة في المجمع الصناعي في العقبة بحوالي 6 ملايين دينار سنويا